بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدان وإحنا ماشيين في طريقنا يلا نبني كل ما يمر علينا موقف وحدث لازم نستثمره قوعا نفوته لازم نستثمره لأن ده بيبقى موقف مهم جدا جدا وبيكون جزء يمكن أن يكون جزء من الهوية وكل سنة وتيجي ذكرى نصر أكتوبر تفكرنا بمدد الله سبحانه وتعالى وتفكرنا بوده سبحانه وتعالى وتفكره بنعمته تفكرنا بحفظ الله سبحانه وتعالى تفكرنا بنصر الله سبحانه وتعالى وتذكرنا أن احنا لازم نذاكر نذاكر عشان نعمل بقوله تعالى واذكرهم بأيام الله فأولادنا باعتبار ان هم بدأوا المدارس وباعتبار ان احنا عايزين كمان نذاكر تعالوا نذاكر فنذاكر بايه بقى نذاكر شيء مهم قوي ان نصر اكتوبر مش مجرد ذكرى لكن نصر اكتوبر ده معنى حي ثابت في جزور المصريين لازم المعنى ده يفهموا أولادنا ولازم احنا نعيشوا طول الوقت ولازم نعرف ان خلاص بقى مستقر في الدراسات المصرية ان نصر اكتوبر ركل من اركان هويتنا هويت المصريين وفاصل مهم في مدرسة الحياء اللي بنعلم فيها أولادنا ازاي يعيشوا حياء طيبة ونبني فيهم كل مرة لبنى يقدروا من خلالها يقدروا يدوقوا ويقدروا ويعيشوا معنى النعمة والنهاردة عايزين نفهم المعنى ده بشكل صحيح لان ادخال اولادنا على الحياة من باب النعمة هو المدخل الصحيح لتربية اولادنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احب الله لما يغزوكم به من نعمة فحب النعمة وشكرها هو من اسس محبة الله سبحانه وتعالى ومن اغلى النعم اللي ممكن اي حد يعيش بيها لما يعيش في امان ويعيش كمان في نعمة الام هي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بنعمة كبيرة كبرى اسمها نعمة الوطن فنعمة الوطن دي من اعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمونة على الانسان بيها وعشان شكر النعم من شكر الله عشان كده بيبقى حب الوطن من حب الله يعني محدش يظن ان علاقة الانسان بوطنه ما لهاش علاقة بصلته بالله سبحانه وتعالى بالعكس هي في مركز علاقته بالله سبحانه وتعالى لان الانسان من يوم ما نزل الارض مش متصور ان هو يشعر بنعم الله ولا يعيش بنعم الله الا في وطن والارض كانت وطن وكل واحد بيحبه وبيبقى جزء من علاقته بربنا علاقته بالارض وعلاقته بالوطن اللي هو بيعيش فيه وعشان كده لازم نفعم كويس قوي ان علاقة الانسان بوطنه جزء من رؤيته لنعمة الله سبحانه وتعالى ويبقى حب الوطن لازم كمان يفهم ان حب الوطن جزء من حبه لله وعشان كده حب الوطن كمان سنة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وكأنها سنة من لدن آدم الى ان احنا نوصل لحضرة النبي فيضع حب الوطن كده في سنة رائقة فائقة لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمكة ويتكلم عن مكة ويقول ما اطيبك من بلد وما احبك اليه ولولا ان قومك اخرجوني منك ما سكنت غيرك طب حضرة النبي بيقول ايه كأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في هذا الحديث وبعض الناس ما بيقدرواش يفهموا الكون هذا الحديث على حقيقته حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في اشارة بليغة ان كل بلاد الارض احب الى اهلها بس انتي احب بلادي الله الي عشان كده لازم نفهم ان حب حضرة النبي بيعلمنا سنة حب الوطن سنة مش معناها انه مستحب ان احنا نحب الوطن يعني ايه سنة من سنة الكون سنة من سنة خلق الله هو حب الوطن وحب الوطن ده فرض لذلك كان من الاشياء الجميلة والممارسات الجليلة اللي بتغلس عبادة اسمها عبادة حب نعمة الوطن وفي اولادنا وهم صغيرين كنا بنحاول بقدر الامكان نعمل تجليات نعمل تفاصيل لنعمة لشكر نعمة الوطن عايزين نخلي اولادنا يحسوا بنعمة الوطن وحب الوطن طب يعملوها ازاي ازاي نعلم اولادنا فكنا لازم نعمل لهم شوية تمارين وشوية تدريبات وشوية اشياء نعلمها لهم ومن الحاجات اللي احنا عايزين نقف عندها اللي احنا عايزين نجدد نجدد المعنى في اولادنا ونخليهم ينتبهوا اليها جدا جدا معنى بسيط وعمل بسيط بيعملوه بلكنه مهم جدا 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 هو انهم في طبور الصباح في المدرسة كانوا بيعملوا ايه بيحيوا العالم ويغنوا السلام الوطني فيتربوا جدنهم من الداخل على ان الوطن نعمة استنوا كده افكركم بس احنا الكبار لما بيحصل في مرة من المرات سواء كان ماتشي سواء كان اي حدث والحدث ده مليء بالشحن المعنى